إذن ننوه إلى هذا الخبر العاجل الذي يرد أسفل الشاشة نقلا عن بيان للجيش والشباكة الإسرائيليين نفحص احتمال مقتل يحيى السنوار خلال نشاط للجيش في قطاع غزة من بين ثلاثة أشخاص قتلوا في مواجهات مع جيش الاحتلال ولا يمكن تأكيد ذلك حتى هذه اللحظة الآن ينضب لنا مرسل تلفزيو العربي أحمد داروشي أحمد ما حقيقة هذه المعلومات ما الذي يدور في الإعلام الإسرائيلي ما هي تفاصيل بيان الجيش حول احتمالية مقتل السنوار يحيى حتى الآن لا تأكيد رسبيا من الجيش الإسرائيلي أو من الشباك على اغتيال يحيى السنوار بيان أول صدر منذ كليل عن الجيش الإسرائيلي وكذلك عن الشباك يقول أنه يفحص أن يكون من بين ثلاثة أشخاص استشهدوا خلال مواجهات في قطاع غزة هو يحيى الصنوار الجثة أخذت إلى داخل إسرائيل وتخضع خلال هذه الفترة لفحص من أجل مقارنة هذه الجثة بالمعطيات المتوفرة لدى إسرائيل نذكر يحيى الصنوار كان لسنوات طويلة أسيرا لدى إسرائيل بالتالي إسرائيل تحتفظ بـ DNA له لا تأكيد رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي بأنه هو المستهدف بدأت هذا الحديث بمجموعة من الصور التي التقطها جنود إسرائيليون وبدأت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي القناة الرابعة عشر الإسرائيلية تتحدث عن أن هذه المعارك كانت في تل السلطان في منطقة رفح لم يسبق تسبق هذه المواجهات أي معلومات استخباراتية جنود إسرائيليون كانوا يفتشون مبنى في حي تل السلطان في منطقة رفح وخلال تفتيش هذا المبنى اندلعت مواجهات بينهم وبين مجموعة من المسلحين الفلسطينيين ثم فوجأ الجنود الإسرائيليون بأن من بين الشخصيات التي كانت تدور المواجهات معها كما يروجون طبعا كما يجري التداول في وسائل الإعلام الإسرائيلية شخص يشتبهون بأنه القيادي البارس في حركة حماس رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية خلال الأسبوع الماضية انتشرت عدة إشعات في مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بمصير يحيى الصنوار كانت هناك تسريبات في وسائل إعلام إسرائيلية تزعم أن يحيى الصنوار انقطع الاتصال معه هناك من ذهب بعيدا في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية واعتبر ذلك الأمر إشارة إلى اغتياله لكن بعد ذلك إسرائيل تراجعت عن هذه الرواية ربما تكون هذه الأمور دفعت الصنوار إلى تغيير مكانه خلال الفترة المقبلة لكن إن صح هذا الأمر فهذا يخالف كل ما كانت تروج له إسرائيل خلال الفترة الماضية بداية كانت إسرائيل تروج أنه في السادس من أكتوبر عند الساعة الواحدة والنصف ليلا بين ليلة السادس من أكتوبر والسابع من أكتوبر دخل يحيى الصنوار إلى أحد الأنفاق كما تزعم وثيقة استخباراتية إسرائيلية سربت مؤخرا ومنذ ذلك الحين كانت إسرائيل تزعم أنه ينتقل من نفق إلى آخر ونشر الجيش الإسرائيلي صورة له قبل أشهر وهو ينتقل هو وزوجته وابنه في أحد الأنفاق تحت قطع غزة لكن الآن الوضع يختلف عملية عادية عملية تمشيط عادية كما يزعم صحفيون إسرائيليون أدت إلى مواجهات والآن تشتبه إسرائيل بحسب ما يأتي في بيان رسمي بأن يكون من بين الذين قتلوا في هذه المواجهات هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى الصنوار لكن حتى الآن مرة أخرى لا تأكيد رسميا من قبل الجيش الإسرائيلي لا تأكيد من قبل الاستخبارات الإسرائيلية والقناة الثانية عشر الإسرائيلية تتحدث عن أن عملية التأكد قد تستغرق بعض الساعات حتى الإعلان رسميا عن أنه كان موجودا أو لم يكن موجودا في تلك المنطقة أشكرك جزيلا من حيفا مراسل التلفزيو العربي أحمد دراوشي